يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الجمعة أكثر من 872 ألف شخص فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 673 ألف شخص وكان الفريق الوطني الطبي قد أكد على أن الإقبال على التطعيم هو وسيلة حماية أساسية بالتوازي مع أهمية مواصلة الالتزام من قبل المتطعيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المصابها